مرحبا حبايبي ان شاء الله تكونوا بخير ياريت اذا حبيتوا الفيديو تحطوا لايك واذا انتم اجداد تشتركوا فيا ما كونيلي ما اطيب وصفة كرات جوز الهند الملونة يلي مقاديرة 400 غرام جوز الهند النعم 50 غرام جوز الهند العادي الملون بالازرق والاصفر علبة حليب مكثرة 397 غرام بندق بندق بحسب الكرات عدد الكرات واثنين معلقة كبيرة من الشوكولات النوتيلة او اي نوع شوكولات دهن اول شي متجهز الجوز الهند بنحطه بمحضرة الطعام مشان النعمه النعمه نعم كتير يعني نعم منيح يصير هيك متل ما شايفين ونحطه بصحن عميق ونخليه على طرف بعدين نحضر البندق نجيبك البندق ونحطه بالشوكولات الدهن شوكولات الدهن هاي يحطه بالميكرويف لمدة دقيقة وبعدين تغطسو فيه البندق وبعدين نحطه بجوز الهند الملون او جوز الهند العادي اذا بدكن انا حسب اللون اللي بده اعمله فيه هيك بجوز الهند الملون نغطسو فيهن هيك ونحركن ونخليه على طرف وهيك نعملون كلهم نعملون هيك واحدة واحدة نغطس البندق الحبه كامله البندقه ونغطسه بالشوكولات وهيك نحركن مع بعض بمعلاقتين وبعدين نجيبه على الجوز الهند وبالجوز الهند نحاول نغطسه كله هيك من كل الاطراف وهيك بيدنا ونحاول نكعبه ونخليه على طرف بعدين نجيبه على الجوز الهند الاصفر كمان نفس الشي ونضعه بالشوكولات ونضعه بالشوكولات وبعدين نزلته بالجوز الهند حبيت اعملهم بشكل اسرع يعني كل اللون مع بعض اوارش البندق حطيته بالشوكولات وبعدين بجوز الهند هيك هاي الطريقة افضل من الطريقة القبل انه نعملون كلهم مع بعض افضل بعدين نغطسو هايك ونشيلون ونخليهون على طرف ونخليهون بعدين بالبراد حالا coward لابن نشتغل بعض الموجودة بالجوز الهند يعني هايك خليهون هيك وخليهون بالبراد نحاولا نحاولا كلهم الجوز الهند بعدين الجوز الهند الواحد نحط له نصف علبة النسلة ونحركه ونحركه نحركه نحركه نشوف انو لسا ما تماسك منيح نرجع نحط شوي شوي نحط شوي شوي ما تنزلوا كل العلبة عليا لانو العلبة كتير عليا هيك مننزل شوي ومخلية تقريبا 3 رباع العلبة انحطا يتقور شي بس انتو قبل ما تحطوا 3 رباع العلبة ياريت نحطوه نزلو شوي شوي بعد النص العلبة وهيك ندعاكم مع بعضا منيح منيح لبين ما يتمسك هيك بعدين وزنتون 17 غرام كل حبة يعني كل حبة 17 غرام مشان يصيروا الحبات كلها مثل بعضهم بعدين البندق اللي عملنا جبنا وحطينا فيه وهيك ايدنا دائما نمسحها بالحليب الحليب المحلة يعني نمسح ايدنا بالحليب المحلة مشان ندوره منيح منيح ويمسك الجوز الهند منيح هون نفتحها منيح هون الصورة بطيئة انا اسفة بعد ما نفتح نحط الجوز الهند وندورون شوي بعدين نحط ايدنا دائما نلده بالحليب المحلة مشان يمسك جوز الهند كتير منيح وهيك صارت وصفتنا جاهزة شكرا لمتابعتكم حتى النهاية وإلى اللقاء في وصفات قادمة هيدو 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 هيدو